شاهدنا الأعزاء مساء الخير وأهلا بيكم وحلقة جديدة من منتهى الجمال حلقة النهاردة الحلقة المناسبة في الوقت المناسب يعني احنا طبعا دلوقت في فصل الشتاء وشتاء يعني أمراض يعني فيروسات يعني كلنا بنتعب سواء برد سواء الفلونزة سواء الوباء المنتشر يعني في قصص كتيرة كده في الشتاء بتزيد وزي ما قلنا قبل كده الوقاية خير من العلاج يعني ليه نستنى نعيا ونمرض وبعدين نفضل ندور على الأدواء والعلاج ليه ما يبقاش عندنا جهاز مناعي قوي يحمينا من الأمراض وحتى لو جات لنا الأمراض دي تكون يعني أخف وطأة تكون أخف تكون يقدر جهاز المناعة يقدر يتغلب عليها ونطلع بأضرار قليلة عشان كده النهاردة كنا حريصين إن إحنا يكون معانا شخصية إحنا استضفناها قبل كده ودي يعني يعتبر جزء تاني من الحلقة وكنا حريصين جدا إن لازم يكون معانا النهاردة معانا ومعاكم النهاردة الأستاذ شريف عكوش صاحب محلات العماني للعطارة ورحب بحضرتك يا أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ شريف منورنا ومنور قناة الصحة والجمال بنوركم وبنور القناة والعاملين فيها إن شاء الله إحنا بقى النهاردة بصراحة كنا محتاجين من حضرتك يعني النهاردة مش هتكلم خالص هسيب المايك مع حضرتك لأن إحنا فعلا إحنا استفدنا طبعا من الحلقة والسادة المشاهدين يعني قالوا دي مش بتعملوننا حلقات كتير كده فقلنا لأ لازم نجيب حضرتك النهاردة كمان وأنا أتشرف بيكم والشرف ليا طبعا بوجودكم معايا وطبعا لازم واجب علينا إن إحنا ما نبخلش ونقدم للمشاهد الكريم كل ما هو مفيد خاصة في الظروف اللي إحنا فيها الناس كتير بيشتكوا فيروسات والبرد السنادي شديد والجو المتقلب واختلطت الأمور ببعضها فالناس خايفة مش عارفين يعني إيه هو المرض وإزاي يكون العلاج فطبعا إحنا عندنا الطبيعة اللي خلقها ربنا فيها حاجات كتير وللكبار وللصغيرين يعني حتى الطفل لنصيب من الطبيعة اللي إحنا عايشين فيها من مشاريب ومن عسل نحل ومن حاجات مفيدة جدا ملهاش أي أعراض جانبية فإحنا لو تكلمنا على سبيل المثال في الحلقة النهاردة هنقول إن الحلقة بتاعتنا يعني لها تلت محاور يعني التلت محاور طيب قبل ما نبدأ التلت محاور إحنا بس عاوزين يعني نقدم النهاردة يعني زي بقت يعني تهنيئة كده أنا عرفت طبعا إن المحل بتاع حضرتك المحلات خدت يعني جيزة جيزة إيه بقى؟ هو طبعا استفتاء بيكون الجيزة اللي خدتها دي احنا عايزين يا جماعة اللي فين الصورة هو شهادة تأدير ودرع وطبعا المحل الحمد لله أخد الصورة هاي على الشاشة زي ما احنا شاكين أفضل محل العطارة خلال 2020 تم إدراجه من ضمن أفضل محلات العطارة في سنة 2020 وإحنا طبعا بالمناسبة ألف ألف مبروك يعني دايما من نجاح لنجاح الله يبرك في حضرتك يا رب وده مش قليل على فكرة ده كان متوقع وإحنا عارفين كده الله يخليك يا فنة الله يبركيك فطبعا احنا بالمناسبة هنقدم للناس حاجة تعتبر زي إهداء ليهم اللي حصولنا على أفضل محل أو إدراجنا من ضمن أفضل محلات العطارة خلال العام 2020 وإن شاء الله نكون بيكم وبالعملة الأفاضل في تقدم ومن تقدم لتقدم الحمد لله يعني توفق ربنا أن الناس كلها بتشتكي من 2020 أنتو في 2020 تقلقت ونجحت والله الحمد لله رب العالمين وده لكل مجتهد الله يخليك وده على فكرة لأن منتجاتكم فعلا متميزة مش بس تميز يعني في ضمير الأسعار كويسة فيها كل يعني عاوز إيه كل حاجة يعني سواء حاجات مثلا انتعبنا أو حتى اللي هي مستعدرات التجميل اللي هيئلة جدا وعن تجربة على فكرة الحمد لله الحمد لله الحمد لله لأن حضرك طبعا شهدي ده يزدنا شرف طبعا ليه شهادة من حضرتك نعتز بيها طيب ندخل بقى ببتنقى وسام لنا لا إن شاء الله في نجاح وتقلق دائم إحنا بقى إيه عاوزين نتكلم ندخل بقى على موضوعنا اللي هو الثلاث محاور اللي قلنا عليهم علشان دول اللي بيقوقوا جهاز المناعة وبيخلينا ايه أو صحتنا بتكون أفضل يعني لو مسكنا أول محور اللي هو ايه هنقول على سبيل المثال لو قسمنا الثلاث محاور هيبقى المحور الأول اللي هنتكلم فيه زيت الزيتون زيت الزيتون كل الناس فهمة إن زيت الزيتون ده يعني حاجة بتدي طعم وريحة وثقافة شعوب في الأكل تورثوها يعني منذ زمن بعيد وطبعا الموضوع غير كده خالص احنا لما بنبص بنربط المرض اللي موجود والوباء المنتشر بنربطه طبعا بالحاجات الطبيعية اللي احنا هنقدمها للناس فعلى سبيل المثال زيت الزيتون طبعا أنا أحب أستهل وأقول إن أي حاجة بتفيدنا وأي حاجة بتفيد الناس المفروض لما تكون مرتبطة بعقيدة بتكون لها اهتمام أكبر تمام فيعني لو تكلمنا عن زيت الزيتون أنا هستهل أنا سمعت كمان إن حضرتك عامل في المحل اللي عندك يعني بتصنعه لا هو مش في المحل اللي عندك هو ليه بيبقى ليه معصرة آه قلتلي معصرة صحيح ليه معصرة وفيه صور كمان يعني لو تجيبونا صور الزيت ما فيش مشكلة قبل ما نجيب الصور ممكن آه قام احنا بنتكلم لأ لحدهم هما يجهزون ما فيش مشكلة بالنسبة لزيت الزيتون احنا لما بنتكلم عنه مش موضوع أكله وريحة وطعمه وشكله وكلام من ده فعوه زيت الزيتون تمام أه أولا ده جيركن ده المنتج فيه زيت الزيتون وعلى فكرة الجيركن ده بيعتبر هو العلامة المسجلة لزيت الزيتون عندنا لأن حتى محافظة مطروح بتتميز بشكل الجيركن ده في تعبئة زيت الزيتون وإنما زيت الزيتون بيتعبى في حاجات كتير يعني ممكن أزايز وممكن جاركت من زي كده بس ده الشكل اللي هو اللي أخذ الشهرة عندنا وزيت الزيتون كل الناس فهمة إنه هو يعني حموضة أقل من 1% وزيت بكر وعلى البارد لكن الموضوع ما بيبقاش كده بس الموضوع بيبقى متعلق بصحة الإنسان يعني إيه زيت الزيتون على البارد يعني إحنا ناخد الموضوع بشكل علمي مش العطار دوت ما بيبيحش وخلاص لازم أن يكون مثقف وعنده ثقافة بالمنتج اللي بيبيعه طب احنا هناخد فاصل ممكن يا جماعة طب اتفضل حضرتك لحد بس بأجهزين بالفاصل ناخد فاصل طيب ممكن هنطلع لفاصل ونرجع لكم أرجع لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا المهم جداً مع الأستاذ شريف عكوش ونرجع بقى كلنا نتكلم على زيت الزيتون البكر زيت الزيتون البكر لازم الناس كلها تعرف أنه ليه فوائد صحية متعددة إما أن هي تكون داخلية في جسمنا أو أن هي تكون صحية ظاهرية يعني من ناحية إنتاج مستحضرات التجميل لأن زيت الزيتون ما هوش أكل بس زيت الزيتون دايماً إحنا متعودين أن هو لازم أن يكون فرز أول وعلى البارد ونسبة الحموضة أقل من 1% والكلام ده كل الناس عرفاه لكن إزاي بيحصل كده هو ده اللي ناس كتير ما تعرفوش يعني لازم أن يكون على البارد يعني بكابس عصر عن طريق الكابس في درجة حرارة ما تزيدش عن 38 درجة مقاوية تمام؟ طبعاً الكلام دوت أهلينا كانوا بيعملوه أجدادنا بيعملوه وأهل البادية بيعملوه في الصحرة بالفطرة لكن ما كانش عندهم الألية والمكان اللي هو الحديث اللي بيعصر زيت الزيتون بأنواعه ولكن الشركات اللي هي العالمية النهاردة بتقدم لشعوبها زيت الزيتون متأسم بإكسترا فيرجان وفاين فيرجان وبيبقى حاجة اسمها كارينت فيرجان الإكسترا في الشركات العالمية النهاردة مكتوبة على الأزائز إكسترا فيرجان طبعاً ما حدش عارف الكلام دوت إلا القليل طبعاً اللي بيتابع صناعة واستخلاص زيت الزيتون وطرق عصره طبعاً للتواصل مع محلات العمامي الأرقام يا جباعة قدامكم على الشاشة تقدروا تتواصلوا على الأرقام دي وعلى كمان صفحة الفيسبوك العطارة العمامي لعشاب وزيوت وبهارات بالنسبة للزيت أنا لما أقول النهاردة في ظل الفيروسات المنتشرة اللي هي من أعراضها بتعمل تخسر في الدم أو بتسبب نوعاً من التجلط فبنقول أن زيت الزيتون مهم جداً في الوقت الحالي أنه هو بيساعد على السيولة وبيقلل الكلسترول في الدم والضلطات يعني لأن الضلطات منتشرة جداً طبعاً ما هواش أكل ولا طعم ولا ريحة بس زيت الزيتون علاقة طب واجع العظم يا أستاذ شريف دايماً بقى دلوقت الناس يقول لك واجع العظم زيت الزيتون ليه علاقة يعني بيدهن بقى إزاي أستخدم طبعاً أسخلوا ولا لازم زيت الزيتون طبعاً إحنا قلنا في أول الكلام أنه لازم نربط موضوع الزيت موضوع عقدي شوية بمعنى أنه زكر في القرآن الكريم يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثل بنور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور طبعاً لما أشوف الموضوع دو زكر في القرآن يبقى أنا أربط الموضوع أنه هو موضوع كمان عقيدة يعني ولما ربنا سبحانه وتعالى يقسم في القرآن الكريم بقوله سبحانه وتعالى والتيني والزيتون يبقى كده الموضوع موضوع كبير ما هوش موضوع صغير فإحنا بنقول زيت الزيتون النهاردة علاج وعلاج قوي جداً 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 داخلي وظاهري داخلي بيقلل الكولسترول في الدم بيحتوي على فيتامين E اللي هو موجود في الأوميجا 3 أوميجا 3 صحيح بفتاع زيت السمك زيت الزيتون أي زيت في الدنيا بيحتوي على دهون أحادية مشبعة ودهون أحادية غير مشبعة ودهون خليط زيوت فزيت الزيتون بيحتوي على الدهون الأحادية الغير مشبعة اللي هي الصحية اللي هي الجسم محتاجة اللي هي ما هيش مهضراجة وش ضرة للجسم بالضبط واللي ما نعرفهوش أو ناس كتير ما تعرفوش عن زيت الزيتون إنه هو طبعاً إيه يعني طالما الزيت بنستخدمه يبقى نستخدمه على البارد بس لا زيت الزيتون إحنا قلنا إن الشركات النهاردة السمو اكسترا فيرجن وفاين فيرجن وكارينت فيرجن التأسيم دوت بناء على الحموضة اللي في الزيت في حاجة اسمها حموضة آه في حاجة اسمها حموضة في زيت الزيتون طيب يعني إيه حموضة؟ حموضة يعني الزيت في طعم حموضة؟ أو بيعمل حموضة؟ لا الموضوع مش كده خالص الحموضة طبعاً بتكون في الاكسترا أقل من 1% وبتكون في الفاين فيرجن بتكون 1.5% وبتكون في الزيت اللي هو الكارينت فيرجن 3% والزيت اللي هو حموضة 3% هو ده اللي إحنا ممكن نقول نستخدمه للشعر وما نقللش من شأن من قللش من شأن الزيت إن هو علشان خاطر يبقى للشعر يبقى نستخدم حاجة أي كلام لا لازماً برضو زيت اللي هيتحط على الشعر يكون زيت آآ زيتون صافي بكر وفرز على البارد لإن لو ما كانش كده هيبوز الشعر فهو زيت صحي وزيت جمال يعني هو يشفيني وكمان التجميل بتاعي شعري وللبشرة كمان وللبشرة يعني أنا عاوزة إيه؟ يعني ده دية من عند ربنا أكلوا الزيت والهنوا به فإنهم من شجرة مباركة برضو ده حديث صحيح طيب إحنا بقى عايزين ندخل على المحور التاني اللي هو العسل بالنسبة للعسل إحنا ممكن نقول إن زيت الزيتون علشان خاطر هو علاج قبل ما يكون طعم وريحة بس وإحنا بنخص الكلام هنا في زيت الزيتون بالناس الكبار لأنه مش هينفع النهاردة علشان أقول للأطفال عايزين نقوي منعتكم يبقى نديكم زيت زيتون الزيت هيبقى تقيل عليهم لكن العسل هو بقى محورنا التاني اللي هو يناسب الكبار وصغيرين يحبوه لأنه حاجة حلوة بالضبط والعسل طبعا برضو ما هوش نوع واحد العسل فيه عسل جبلي وهو ده طبعا ده المنتج وعلى فكرة الإقبال على العسل الطبيعي اللي هو متوفر عندنا الجبلي اللي هو خالي من أي إضافات ده بيرفع المناعة كويس وبيأوج هذه المناعة والوقاية خير من العلاج خاصة في الظروف اللي إحنا فيها والأمراض يعني إحنا قلنا زيت زيتون وبنقول يا جماعة عسل النحل وعسل النحل بوصفته كلها وبأنواعه كلها ولازم يكون عسل نحل طبيعي طبيعي 100% ما هواش عسل نحل عليه نسبة جولوكوز زي ما هو بيحصل أو سكر بقى عيون هو ده اللي بيقولوكوز اللي أنا بقول عليه وعسل النحل بس انتوا هنا بقى صاحبه شكل صاحب تباين عليه كده عسل نحل طبيعي جبلي 100% مع لهوش أي إضافة وعلى فكرة بالمناسبة الأسعار فيه متناول الجميع ودي طبعا عشان لفتة مننا للظرف الراهن اللي إحنا فيه عشان خاطر نساعد الناس إن هي تأوي المناعة ومتاقي نفسها من الفيروسات لا ده حاجة كويية سأوي فطبعا العسل بنقول إن هو جبلي وفيه شفاء للناس وفيه شفاء للناس طبعا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال والعسل أنواع الجبلي ما هواش جبلي حاجة واحدة ممكن نقول الجبلي ده بينقسم لعسل نحل اسمه عسل نحل سدر وعسل نحل حنون عسل النحل السدر دوت هو المقدم عندنا على كل أنواع العسل وفيه منه كمان اللي هو اليمني اللي هو الحضراني نطلع فاصل نطلع فاصل نطلع فاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا المهم جدا عن الصحة والوقاية وجهاز المناعة ونكمل كلامنا يا أستاذ شريف ونحن نتكلم عن العسل العسل اللي هو الأنواع عسل الجبلي طبعا عسل نحل السدر الجبلي ده مقدم على جميع أنواع العسل ومنه الجامني ومنه السدر الجبلي اللي هو بيكون من أماكن كتير طبعا وفيه العسل الطبيعي اللي هو بيبقى من أعشاب طبيعية وفيه العسل اللي هو الحنون اللي هو بيستخدم لمرضى السكر لأن فيه ناس كتير بتخاف تستخدم عسل وهي عندها سكر فإحنا بنقول لهم لا ده فيه عسل اسمه عسل الحنون ده لمرضى السكر ده مش بيضرهم يعني وبنشط البنكرياس كويس قوي يعني ألاج يساعد على بط نسبة السكر في البول والدم كمان ده ممتاز جدا تمام فهو العسل وزيت الزيتون يعني من الحاجات المهمة جدا 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 هدايا من ربنا خاصة في الوقت اللي احنا فيه لا وأنا بأكد على الوقت اللي احنا فيه معلش أنا هستأذن حضرتك هرجع علشان أنا دايما لما بتكلم في مجالي بحب أحترم يعني عقول المشاهدين طبعا يا فلن زيت الزيتون أنا قلت أنه هو بيتحط على الأكل وبيتسخن به معلش هنهارجع وأقول يا جماعة هو لما يتسخن به مش هناخد منه نفس الفايدة اللي بناخدها منه هو على البارد لما تحط على البارد وكمان ما ينفعش نقلي به يعني نسخن مجرد تسخين وإلا الدول اللي هي بتستخدم شعوبها بتستخدم زيت الزيتون في المطابخ للطهي بيبقوا شايلين منه حاجات كتير جدا علشان ما يمررش وعلشان ما يعملش ودي طبعا حاجة يعني جميلة جدا لازم أن نوصلها للناس طيب إحنا بنشكر حضرتك إحنا بقى تكلمنا عن زيت الزيتون وكلمنا عن العسل العسل بأنواع ونتكلم بقى دلوقتي عن بقى توليفة بتاعة الأعشاب اللي هي فعلا بتقوي جهاز المناعة وعايزين نعرف بقى من حضرتك إيه التوليفة بتاعة تقوية جهاز المناعة تمام هي توليفة ممتازة جدا 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 وهي يعني توليفة الوقت وخلطة الوقت اللي إحنا فيه عبارة عن إيه هي؟ هي عبارة عن مجموعة أعشاب وكل الناس تقارفها والحصول عليها سهل جدا يعني إحنا لو قلنا عايزين نقوي جهاز المناعة عند الكبار ماشي؟ أو عند البالغين فهي يعني ده تباحة؟ يعني أول حاجة حبة البركة حبة السعودة وبالمناسبة حبة البركة محدش يقول في حبة البركة أصلية وحبة البركة اللي مش أصلية لا هي حبة البركة أنواع كتير وفي منها في السعودية بيزرع في القسيم في المملكة العربية السعودية نوع يعني من أنواع حبة البركة بيبقى غالي شوية لكن هي هي حبة البركة تمام وده إيه بقى؟ ده القسط الهندي دي تاني حاجة على فكرة احنا كده لو ماشينا بالترتيب هنقول ان احنا كده ماشيين في الخلطة بتاعتنا اول حاجة حبة البركة والقصة الهندي او العود الهندي وده القرنفل طبعا ده من ضمن الوصفة بتاعتنا طبعا زيت الزيتون اتكلمنا فيه وده متازج الزنجبيل ده الزنجبيل اللي بيتحط على الوصفة الزنجبيل اللي هو المجفف اللي هو الباودر الباودر ده فريش تمام الفريش احنا تعمدنا ان احنا نجيب الزنجبيل الفريش لان الناس بتشتكي اصحاب الضغط المرتفع بيقولوا ان الزنجبيل بيرفع الضغط ودي حقيقة فاحنا بنقول لهم ممكن نشيل الزنجبيل المجفف من الوصفة وتستخدموا الزنجبيل الفريش الوحده فهو ملوش علاقة برفع الضغط نهائي طب الصورة اللي قبلها كانت ايه جماعة زهرة البابونج زهرة البابونج مطهرة للمعدة من كل البكتيريا والجراثيم يعني كويسة لجهاز الهضم ممتازة جدا ده طبعا صورة زيت الزيتون وهو بنعصره طيب ايه دي بقى؟ ده ورق اسمه ورق نبات الجنكة ورق نبات الجنكة دوت بيساعد على سيولة الدم لو احنا هنشرب منه مرتين في الاسبوع لان طبعا بعض الفيروسات وبعض الاوباء بتسبب الجلطات اه ايه ده؟ دي بقى القرفة القرفة اندونيسي وهي تعتبر اجود انواع الارفة لان فيه ارفة بتبقى زي لحاء الخشب بتبقى اقل جودة من دي يعني دي بقى دي المكونات بتاعة الوصفة اللي هي بتقوي جهاز المناعة بالضبط كده بنغليهم بقى ولا نعملهم؟ على بمقادير متساوية الزنجبيل مع الارفة مع الارنفل مع حبة البركة مع القصط الهندي نسب متساوية وبناخد نص معلقة في كباية مياه مغلية ودي تعتبر طبعا وصفة اهداء مننا لمناسبة ادراجنا ادراج المكان عندنا من افضل احنا بنبارك لحضرتك تاني على الجاذب التفوق وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا وطبعا احنا لازم توعدنا ان يكون في حلقات تانية علشان احنا لازم كل جديد عندكم طبعا وان شاء الله اوعدكم ان هو هيكون في حلقات تانية كتير وبشكر حضرتك وبشكر المشاهدين وبشكر كل العاملين بقناة الصحة والجمال شكرا تحياتي لكم جميع طبعا كان معينا النهاردة واستاذ شريف عفوش صاحب محلات العمامي للعطارة شكرا جزيلا وعايز اضيف حاجة ان مع الوصفات زيت الزتون وعسل النحل والأعشاب ممارسة الرياضة اشكركم واشوفكم في حلقة تانية